اشتركوا في القناة فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدٍ صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيئ رواه الإمام أحمد بإسنادٍ حسن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما وصفه ربه سبحانه وتعالى في قوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلُّ لهم الطيِّبات ويحرِّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما وصفه ربه بقوله سبحانه لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويُزكِّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مُبين